تسببت سيولو الأمطار التي اجتاحت مديرية الشمايتين بقطع الخط الرئيسي لمحافظة تعز وعرقلة العديد من المسافرين وقالت مصادر محلية إن المياه غمرت نقطة المركز الواقع على خط تعز التربة وأدت إلى توقف المسافرين لساعات طويلة وضافت المصادر أن السلطة المحلية بالشمايتين لم تبدل أي جهد لإصلاح الطريق الرئيسي وسط منشدات للمنظمات الدولية بالتدخل لإصلاحه ترجمة نانسي قنقر